الحقيقة إذا كان في حاجة إحنا لازم نفهمها هو إنه التعليم بيتطور شئنا أم أبينا، انبسطنا أو ما انبسطناش حسنا بيه أو حسنا إنه كتير وصعب لأ هو التعليم في مصر حقيقي في طريقه إلى التطور بس إحنا في طريقه إلى التطور إحنا قابلنا معوقات واللي دكتور حسن قاله فيه جزء كمان إيجابي جداً فكرة المرونة يعني أنا مثلاً ما كانش عجبني فكرة إن الوزارة ترجع في كلامها وتمتحن تاني ورقي أنا درعي أنا شايفة إنه إذا قررنا طريقة نكتهد إن الطريقة دي تنجح لكن إذا كانت الوزارة حسد بقدر من المرونة فهمت شكاوى الأباء، فهمت إنه فيه أماكن كتير ما فيهاش شبكات إنترنت فهمت إن مشكلات السنة اللي فاتت ما تحلتش السنة دي فإحنا عاودينا تفادى تكرار الأزمة أقدر أفهم ده لكن مش قادر أفهم فكرة التراجع ومش قادر أفهم فكرة إن إحنا كآباء وكأولياء أمور ولادنا اللي في سنوي الكبار دول نبقى لسه إحنا بنقرر هما المفروض الوزارة تمتحنهم إزاي لا يا جماعة خلونا نخرج من ده حقيقي إن الوزارة بترفع شعار إنه مخرجات التعليم يا جماعة مش مهم نجيب كام اسأل كده اللي حواليك مين جاب درجة بتفرق معاه في باقي حياته العلمية لا طبعا التعلم بالمهارات كل الوظائف في العالم دلوقتي بيسألك مهاراتك إيه بسألكش خالص درجاتك كام ولا جبت كام فوقنا سنوي ولا تانية سنة فعشان كده قدر الترهيب اللي الأهالي بتو مارسوا على أحياناً وزارة التربية وتعليم بيعطل التطوير اللي إحنا زعلانين نحاصل أو نقول آه هو فيه تطوير بس مش على مزاجنا مش لازم كل حاجة تبقى تماماً على مزاجنا زي ما بقوله حضراتكم أنا شايفة إنه كان ليه يعني نتراجع ما نكمل إلكترونياً ونكمل بتطوير والولادنا يدخلوا التحدي للآخر لكن قد ما نقدر ما نعطلش إذا كان هناك تطوير وبالمناسبة النهاردة فقرتنا رئيسية هنتكلم عن الأزمة واحدة من أزمات التعليم الكبيرة وهي نقص أعداد المدرسين إن شاء الله في ختم الحلقة في شوية أفكار مطروحة مهمة جداً لأنه إذا كنا نتكلم عن عملية تعليمية فالمدرس ركن أساسي مش بس بالسياسات ومش بس بالقرارات التعليمية لكن كمان نحتاجين كوادر حقيقية مهتمة وقادرة من المعلمين